فاي بترفض العريس اللي جاي لها وبتقول لباباها ان هي مش عايزة تتجوزه اما علي جواد بيروح مصطول للبيت وبيكون سكرار واخوه بيتريق عليه وجواد بيدربه اما علي فعندها خطة خبيثة علشان تفضح دكتور جواد تعالوا النهاردة نتابع مع بعض احداث وتسريبات حلقة 36 مموساسة كريستال والحلقة مشوقة جدا ونتابعوا لنهاية الفيديو فاي بتروح على البيت واحد بتقول لها ان فيه ضيوف عندنا في الصلوة ولما راح تشوف الضيوف كانت تعرفهم لانهم رايبها او معارض باباها يعني اتكلموا عن ان فيه واحد معجب بيها موجود بيشتغل معاها في قسم المحاسبة في الشركة بتاعت يعني عالية وانهم معجب بيها وحب ان هو يدخل يعني البيت ويطلبها وبعدهم علشان خاطر كده وطبعا كانت المفاجأة قوية جدا لفاي لما عرفت اني جاي لها عريس وان باباها كمان قال لهم تقدروا تتفضلوا في اي وقتها لشان تطلبوها ولما قالت لباباها ان مش هي مش عايزة تتجوز بالطريقة دي ساعتها قال لها هتتجوزي يعني هنعمل ايه كفاية فضائح خدنا ايه لما كنت عايزة تتجوزي عن حب في الايحر خالص ما حصلش اي حاجة ما لمنا غريب في ضيحة وناس كتير تتكلموا في عرضنا وشرفنا علشان كده هتتجوزي منه وفاي طبعا بتكون مش عايزة تتجوز الشخص دي لانها ما تعرفوش اصلا جواد بيروح سكران جدا اخوه بيحاول ان هو يسنده وبيضحك عليه وبيقول له ايه ده او مرة تسكر عملت ايه مع بنت الجنيني ضربوا طبعا جواد وقال له خلاص انا كنت بتحك معاك كنت بهزر لكن كان ساعتها مش طيق اي كلمة وضرب اخوه مالك اخوه اخده علشان يوديه على قطه ولم يعكنت بتقوله ليه بتعمل في نفسك ده فهي بتتكلم مع باباها بخصوص موضوع العريس وان هي مش متقبلة ان هي تتجوز لكن قال لها هتتجوزي بسرعة كمان وده كلام الاخير ومش هقول تاني طبعا فيه ما كانتش حبك جواز اصلا من الشخص ده لانها يعني ما تعرفوش ولا شافته بينما باسر بيبكي ولما راحت عليها تتكلم معاه قال لها انا ليه محدش بيحبني قالت له انت وسيم وجميل وطبعا اكيد ناس كتير بتحبك قال لا انا محدش بيحبني حتى فيه ما حبتنيش راحت حبت ناس تانية ويسابتني انا مش قوي انا مش راجل يعتمد عليه طبعا فيه تهديه وتقول له ما تخليش حد يخليك قليل في نظر نفسك حضنها وقال لان هو بيحبها جدا ورد بتروح علشان تتكلم مع عليها قالت لها يا رب خطتنا تكون ناجحت قالت لها نعم عايزة ايه ورد بمنطقة تكبر طبعا ورد كانت فاكرة لما تعمل لها الخدمة يعني ان هي توصل لجواد موضوع فيه مع الراجل ده هي بقى حتكون مبسوطة منها بالعكس عملتها باحتكار كالعادة فوقية كده وقالت انت عايزة ايه بالزبط قالت لها ما فيش بس تحبي تتطمن على الخطة طيب انا كنت عايزة اقول كمان ان فيه احناس من معارف بابا يعني جم طلبه اختي فيه وبابا موفق على فكرة المراضي قالت لها فعلا طيب تمام بصي بقى ياريت توصل الاخبار بس مش بالتفاصيل دي طبعا ورد فهمت ان هي عايزة توصل الاخبار دي لجواد لكن مش بالتفاصيل بتاعت يعني العريس مين بالزبط وكلام من ده فورد خرجت وهي بتدايق منها بتقول مهما اعمل لها برضو مش بترضى بتخرج ورد وبتلاقي اختها رفيف بتركب العربية مع تامر بتتدايق بتتصل بها بتلاقي تليفونها مقفول علي بتتصل بورد علشان تقول لها انا عايزة دلوقتي اعرف من عندك من الملفات اللي موجودة عندك في المستشفى عارضات الازياء اللي عملوا عمليات تجميل وسيليكون عند دكتور جواد ابعتهم لي على طول علشان انا محتاجاهم قارت لها طيب تمام وبتقولي نفسها يا طرق وراها ايه بالزبط وحتعمل ايه وبتبدأ ان هي تبعت اسماء عارضات الازياء اللي عملوا السيليكون عند دكتور جواد في الفترة الاخيرة فيه كانت قاعدة شغالة تفتكر كلام باباها بيقولها شفنا حبك وشفنا انه حصل وكفاة بقى لحد كده تكلموا ناس كتير في شرفنا وفي عرضنا هتجاوزي من الشخص ده مهما كان كانت قاعدة بترسم في الشغل وبيجي بعد كده اوصي بيقولها ايه الخرابش دي ايه اللي انت بتعملي ده فقدر انه يغالس عليها قالت له مراكش دعو بيا انا دلوقتي عندي شغل لو سمحت سيبني انا كمان عندي اجتماع قال لها ابدا عادي يعني انا كنت بس بتكلم معاك شايفك حزينة كده حد زعالك في حاجة يعني قالت له لو سمحت سيبني دلوقتي فسابها ومشي عليها فتحة الاسماء اللي المفروض بعطتهم ورد لعراضات الازياء اللي عملوا عند دكتور جواد السيليكون وبتتصل بواحدة منهم وبتقول لها تعالي دلوقتي انا محتاجاكي ضروري في المكتب انا عليها كرم طبعا البنت دي جات على طورها عشان قالت ان ده شغلة اكيد وهي قاعدة بقالها كتير من غير شغل اوصي بيجي عشان اتكلم معا عليها وبيقولها انا مفيش اي شغل بعمله هنا يعني وكمان لما بتكلم معا فيه بتهزقني كالعادة فانا بقول يعني ماجيش كل يوم ولا ايه يعني اجي يوم ويوم مثلا بجد انا حتى يعني لما بهزر معا مش بتطقني خالص قارت له طيب اقعد دلوقتي في خطة ولعبة عن اعملها دلوقتي فيه عريضة ازياء اسمها كزا قارت اسمها هتيجي دلوقتي انا هقولك بها تعمل ايه بالزبط اقعد دلوقتي وهي زمانها جاية وحعرفك ايه اللي ممكن نعمله بعد كده بتروح وارد بتدخل القهوة لدكتور جواد وكالعادة طبعا موضوع فيه بتقوله انا زعلانة جدا عشان انت انسان طيب وانسان كويس لو بتفكر يعني في فيه فما تزعلش نفسك ابدا يعني قال لها انت عايزة تقولي ايه بالزبط يا وارد قلت له لا لا مفيش حاجة بس يعني الجميع والناس كلهم بيلتفتوا لحياتهم وبيمشور هدفهم كمان على فكرة بس ده اللي انا كنت عايزة اقوله بعد اذنك طبعا كأنها بتقوله ان فيه بقى لها حياة تانية او بتعرف حد تاني هو فهم كده طبعا وده اللي تفهم من كلامها فهي رايحة علشان تسأل المساعدة بتاعت عليا بتقول لها فيه شاب باسمه طبعا اتلاع لاسمه اللي هو بتقدم لها انا عايزة اعرف هو مين بالزبط او اعرف معلومات عنه لانه بتقدمي قارت لها والله هو واحد فحاله ومحترم لكن يعني افلي شوية يعني جد شوية واخدها جد طبعا سألت على طول وبعد كده مشت وقارت لها طيب عالية فاضية قارت لها اوسع عندها فبتمشي بعد كده فاي اما بعد كده فمنلاقي ان طلال بيروح لنا ده في المطبخ هناك عند عليا وبيقول لها في ايه بالزبط وبتلك نرجع لبعض قارت له اطلع بره مش عايز اتكلم معاك قال وانا عملت ايه وانا سرقت حد قارت له انت أجرت بيت بابايا لوحد تاني من غير ما تقول لنا قال طيب احنا كنا خلاص هنقعد في الملحق وابوكي كان حيقعد سنة لقول لها بس ان الدكتور جواد ده فعله الطعوضات كان زمنه دلوقتي مزجونة على فكرة والبيت كان فاضي يعني اعمل ايه قلت اقجرها عشان يجيب فلوس طبعا هو بيحاول يقول لها يعني نازم نكمل مع بعضه كده لكن هي مش طيقه بتقول لنا رفع الدعوة طلاق ضده مسكها من ادها بقى اللي بتوجعها وقال لها روحي لابوكي اتكلمي معايا واخد شنطيتك وارجعي بيتك قارت له مش حينفع قال لها خلاص بقى نتطلق يلا انا كمان حفت عليك دعوة ونتطلق وابنك ده اللي جاي ابن ربي لوحدك يلا وعلى فكرة انا هخلي امي تشوف لي واحدة من القرية بتاعتنا علشان خاطر اتجوزها هي اصلا بتزن عليها من زمن اتجوز عشان موضوع الخلفة وانا اللي مكنتش عايز طبعا مسكها من ادها بتوجعها فخافت طبعا على ان هو يسيبها وقال لها على فكرة امي مالهجش اي علم بالموضوع ده لو عرفت هتقلب الدنيا وحتقول لي طلقها فورا بص يا بنت الحلال فكري ورد علي بس القاعد بيفكر في كل اللي حصل وازاي جواد كان قوي وقدر ان هو ينقص فيه من الحريق وان هو شايف نفسه ضعيف وان فيه ممكن ما تحبوش لان فيه اكيد عايز راجل من جواه كده يقدر ان هو يحميها لما جات البنت دي اللي المفروض بتقعد معاه اللي جايبها علي جايبها له دي يا بيرفن يعني وبيقول لها ساعتها ليه جايبالي بيرفن ده انا مشايد ميلادي قالت له انا جايبالك عادي ان شاء الله تعجبك رشي منها رشي منها وعجبته جدا وقربت منه قالت له انت راجل وكلام من دي طبعا بدرسم عليه وهو كان محرق جدا ومكسوف بينما عليا قعدة مع اوس مستنين عرضة الازياء اللي جات وقالت ان هي فرحت جدا لاتصال عليا كرم بيها واكيد في الشغل وهي مبسوطة جدا سلمت على اوس عشان المفروض هما الاتنين هيشتغلوا مع بعض وبتقعد علشان نشوف هتعمل ايه عاليا عاليا عايزة تسوى سمعة دكتور جواد وهنشوف دلوقتي هتعمل ايه بخطة شيطانية جديدة قالت لها بصي انا طبعا عارفة انك مش مشهورة بقالك فترة يعني اعدم غير شغل قالت ايو انا كنت بحب واحد وهو طلب بني اقعد من الشغل لكن دلوقتي انا جاهزة يعني قالت لها تمام دلوقتي احنا انتو الاتنين هتعملوا حملة اعلانية انتي واوس هيكون اسمكم مرتبط ببعضه فعلشان خاطر الحملة الاعلانية دي تشتغل يبقى لازم انتو الاتنين اسمكم يكون موجود على طول وهيتم تداول ان انتو حبيبين يعني انتو الاتنين بتحبوا بعض وهتظهروا ويتم تصويركو اكتر من مرة علشان الحملة الاعلانية تنجح قالت لها صحيح وانتي كنت عاملة قبل كده عملية عندي حد قالت ايوة كنت عاملة سيليكون عندي دكتور جواد قالت لها طيب تمام دي حاجة كويسة جدا لان ده حيفدنا دلوقتي هنقول ان دكتور جواد بوزرك سيدرك وحننزل الخبر يضرب الناس كلها هتعرفك وحيكون العين عليك هتقولي في الخبر ان دكتور جواد بوز سيدرك بالسيليكون وي او سابك وطبعا الفراشات هتكون عليكو والتصوير وحيكون الاخبار كلها عليكو بيتفق طبعا يمثلوا الحب هما اتنين عشان نرحمل الاعلانية الجديدة وبتقول لهم يلا دلوقتي اخرجه جواد بيعمل بحث كده على الراجل اللي هو بتعرفه علي اللي جي عشان خاطر يعمل الفندق بتاعه عندها يعني التصاميم بتاعته بس شاف بقى عنه اخبار ان هو بتاع ستات وصمعته زفتك خالص فكان طبعا محرق فبعد كده اتصل بمالك وقال له تعرف واحد اسمه كذا طبعا لسه مش عارفين اسمه لكن قال له ايوه طبعا انا عارفه ده صاحب شركة سياحية والراجل ده بتاع ستات يعني ومعروف جدا ليه في حاجة قال له ايوه اصلي عليا بتخرج معا كتير وانا خايف عليها بعد كده بنشوف البنت دي بتحول هنا تتكلم مع اوسو بيمثلوا ان هم بيحبوا بعض وشافتهم في وسابتهم طبعا ومشت فهي رايحة علشان خاطر تروح يعني علشان خاطر تتقدم بعض الحاجات لعليا وشافت هناك واحد سلمت عليه وبعد كده مجدش طرف ان هو نفسه اللي هو متقدم لها لكن السكرتير عرفتهم ببعض طبعا بتتحرك جدا ان ده نفس الشخص اللي متقدم لها وشافها وان هو معجب بيها ويتقدم لها وكل شوي بيبص عليها بتدخل بعد كده علشان تتكلم مع عليا في الشغل وبتشوف جوه اوسو والبنت اللي معاه وبتطلب منها عليا ان هي تمسك الحملة بتاعت الاعلام بتاعت اوسو والبنت دي طلال قاعد ومش عارف يعمل ايه خايف طبعا هو دلوقتي موقف ضعف جدا وبيقولني انها ما هو السبب في كل المشاكل فحب ان هو يضغط على ندى علشان ترجع البيت علشان كده كلمها وقال لها هترجع البيت ولا لا لو استمرتي بالعقلية دي والله حتربي ابنك من غير اب قالت له استنى ما تظلمنيش براحة كده قال لها خلاص انا زيئتي فعلا فقري ورد علي تامر قاعد مع رفيف وبيقول انه معجب بها جدا ورد طبعا لما شفيته مع بعض فضلت تتصل باختها دايما تليفونها معفول قالت له والله لاوريك لما ترجع يا رفيف كانت بتداية منها جدا كلش هو تتصل بها وهي في الشغل وبعد كده بيطلع دكتور جواد وبيقول له انه رايح للمكتب بتاع اه عالية يعني قالت له تمام فهي قعدة عايزة تتصل بيدكتور جواد عايزة تتكلم معاه لكن يعني رانيت علي وقفلت على طول كانت محرجة هو اتكلمها قال لها نعم انت اللي متصلة قالت له مفيش انا بس غلطة تمام ممكن نتقابل نتكلم قال لها تمام لما افضل ان شاء الله نتقابل اما بالنسبة لأوسفة بيقول لي في اللي ما اعادت كده قالت له انت مالك انت عايزي قال لها على فكرة بيكلم بمنتهى الاحترام ومتل هي بتاع منيني مع عملت يعني واحد مش كويس كده انا بحاول اتواصل معاك قال صديق مش اكتر قالت له معلش دلوقتي انا دماغي ملغبطة شوية قال لها دماغيك ملغبطة على طول انا من امتى شفتك يعني دماغي كويسة ثابته ومشت وكان متضايق تامير بيتكلم مع رفيف بتقول لنا دلوقتي باسمعك اني صديقة عادية انت كان في علاقة بينك ومن اختي ازاي عايزني ان انا احبك يعني ونكون مع بعض اقال ان اختك كانت عايزاني وهي اللي جات للحد الباب وهي اصلا كانت عايزة الفلوس لكن انا صدقيني محبتهاش وكانت نزوة بعد كده منشوف عليا موجودة مع رجل الاعمال وفي موجودة معاهم بتكلم بقولها انتي بتهرب مني ليه وكلام من ده بعد في يعني ما خرجت كانت طلبة لأهوة واصلا هي الاول ما شافت جواد جاي من الشباك قالت لها روحاتي لأهوة في وهي خارجة قبل الدكتور جواد كان داخل جوا عند عليا قال لها اخدت على الشغل بسرعة يعني قالت له ايوة عادي قال والله ده انا شفتك دلوقتي بيعني بشكل مختلف بعد كده بيخرج الرجل ده بيسلم على عليا وفي وبعد ان هو حيمشي دلوقتي عليا بتقول ان هي هتروح مع جواد هيعزمها برا وطلبت من البنات يجيبولها الشنطة بتاعتها اما بعد كده فطادر كان موجود في البيت بيضغط على رجل عشان ترجع عمل نفسه مش همه يعني مسك يعني حاجة في ايده كده قال يعني مش واخد بالو منها كانت جيه عشان تتكلم معاي وبتقول له ان هي خلاص هتتسحب يعني الدعوة بتاعت الطلاق بس مش هترجع له دلوقتي لان دلوقتي في مشاكل عند باباها وان في واحد يتقدم لأختها في وفي يعني مجغولين دلوقتي يعني فقال لها قولي قرارك دلوقتي واخلاصي وعرفيني عتعملي ايه وكلام من ده واول ما قالت له في واحد بتقدم لها قال دكتور جواد قالت له لا مش دكتور جواد ولا حاجة قال لها خلاص فكري واخدي قرارك ورد علي بيحاول يضغط عليها طبعا علشان عارف انها مش عايزة تتطلق وهي طبعا مش عارفة تعمل ايه ولسه مقالتش لباباها باباها لو عارف حيديقها كتير وحيقولها ما ترجعيش لي وحيقولها اصلا تطلق منه لانه مش طيق دلوقتي ترجمة نانسي قنقر